السلام عليكم يا اهل اليوتيوب مرحبا بكم في هذا الفيديو جتبار كوراكم غاية صحة رمضانكم وصحة فطوركم اليوم في هذا الفيديو ننسحكم قبل ما نبدأوا باش تشتركوا في القناة تاوعي في القناة تاوعي يوتيوب يعني جست درك على زر الاشتراك ومرحبا بك في هذا القناة في سبيل الله كما يقولوا يعني نعطيكم معلومات بطريقة مجانية مئة بالمئة وما عليكم الا الاشتراك في القناة لتقديم شكر هذا ما كان في سبيل الله كما يقولوا وجزاكم الله خيرا اليوم نهضرو في موضوع يعجبني بزاف انا شخص ايجابي كما تعرفوني هكم تعرفوني شوية احسن مما ماذا على باركم بيانا شخص ايجابي اتترا اليوم نهضرو على الايجابيات في كندا وعلى الاسباب اللي راح تخليك ان شاء الله اه ان شاء الله ليك انا ما انا من عاملش في الحكومة الكندية ولا مع الاميقراسيون تع كندا ولا دونك الاسباب اللي تخليكم ان شاء الله تخيروا كندا هادي هي اليوم نبدو بهد اللائحة بسم الله اللي راني كاتبهم في الورقة اللي راني يشوف منها اول السبب اه اللي هو السبب الدراسي يعين عدة جامعات معترف بها عالميا في كندا والتكلفة اقل تكلفة من باقي الدول المتحدة والشهادة لها نفس الوزن كالشهادات الاخرى يعني عندك احد اكبر جامعات العالم في كندا يوجد جامعة أوتاوى اونيفرسيته منغيال جامعة منغيال اه 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 اكتير اوكام هادو سيدي جراند اونيفرسيته ونيفو كندين على الصعيد الكندي وعلى الصعيد الامريكي شمال امريكا وعلى الصعيد العالمي ارخاص نسبة الى الجامعات الاخرائيات في دول المتحدرة الاخرى نفس الوزن للشهادات شهادة معترف بها دوليا تفتح لك الفرص للعمل دوليا حتى الصعوبة في المتناول يعني للدراسة في كندا عندك بزاف 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 وعلى الصعوبة عندك بزاف 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 تدرس كندا النقطة الاولى هي الجامعات حاجة مليحة بزاف النقطة الثانية هي سهولة الحصول على سهولة التحصل على الاوراق سهولة التحصل على الاوراق في كندا حاجة مئة بالمئة صحيحة ما نقول لكم حاجة سهلة بزاف بش دير الاوراق في كندا وما نقول لكم اسهل من معظم الدول المتحدرة خاصة يجب ان يكون في علمك ان كندا تعتبر حسب معايير كثيرة انها افضل بلد في العالم هناك معايير معايير في بالإنسان сейчас الك powinien تختلف النعام لأندو في بالاتجربة بين در آجانيا في بعض الأمخل يوجد أن يكون كتشيرًا أيها الفرصي كخيروك ايضا كخود في الحالي بلسي ميلي المحافظة بلسي الطاقة بلسيه بلسيه بلد لاحقا بلسيه 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 أكيد لن نقوم بلد سهولة التحصل على الأوريق حاجة صحيحة في كندا لماذا؟ كأنك طالب طالب انترنسيونال جاي في كندا باش تقرأ أوسيتو كدير ديبلوم تبو أبليكي بوري بابي في الكيبك حتى تحصلك على الشهادة شهادة جامعية أو شهادة ديو بي في الكيبك يتوجب عليك حسب القوانين الجديدة التي صدرت في 2021 أنك تعمل سنة ونصف في التخصص الذي تحصلت فيه على الشهادة عام ونصف عام ونصف مش حاجة كبيرة نوك تخدم عام ونصف في التخصص اللي تعاليكي ليه ديبلوم باش تدير كواعد في الكيبك أما في أغلبية المقاطعات الأخرى ونصف 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 تحصل على المقاطعات الأخرى لذلك هذا سهل هذه المقاطعات على المقاطعات ونصف لن تشتغل على العقد العمل ونصف لنطلب التحصل على العيقامة دائما فخاصة وخاصة انه كان واحد الأعمال اللي لو كانت تكون عندك علاقة قريبة ولا بعيدة بهذه الأعمال تحصل لك على الشهادة الدائمة على الإقامة الدائمة مسألة وقت وفقط كما أعمال متخصصة بالشبه الطبي بالمجال الشبه الطبي في كي تكون فرم لي ولا أتوانيا ولا سهلة بل بزاف باش ديك وعد كي تكون لنا ثالثة حاجة فرص المقاولة يعني الانتربرناعية فرص المقاولة كبار بزاف كندا كبار بزاف كندا علش؟ بلد كبير جدا من حي المساحة كبير جدا من حي المساحة كي ما نقولكم جزائر بلد كبير جدا عاشر أكبر بلد في العالم من حي المساحة وكندا أكبر بخمس مرات خمس أضعاف الجزائر هذه فقط تعطيكم فكرة تعطيكم فكرة على ماذا كبير لكندا من حي المساحة عاشر مليون كيلومتر مربع ثاني أكبر بلد في العالم بعدها روسيا ثلاثة وثلاثين مليون نسمة يعني أن التركيز النسمي فريمون 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 ضائل مقارنة بالجزائر مغيبش تعطيك فكرة بلد كبيرة بزاف على الجزائر فيها أقل ناس من الجزائر مغيبش تعطيك فكرة مع العلم أن الجزائر بلد كبير بزاف كبير على 186 بلد كان 186 مقعد في الوانو يعني إن عدوا بلي كان 186 بلد ما أتعرف به اللجيري عاشر أكبر بلد في العالم سبقا كان 186 بلد تغير على اللغيري لذلك اللجيري كبير بزاف وكندا كبير عليها 5 فو رابعة نقطة إيجابية في كندا هي اللي بورس اللي بورس هم المنح المنح في كندا كانين بزاف جمعيات خيرية كانين بزاف جمعيات دات أهداف يعني دات أهداف يعني دات أهداف غير مالية اللي الهدف الوحيد تحا هي تفينانسي les études et les programmes étudiants دات أهداف دات أهداف أو نون دات أهداف هي تمويل وتقديم منح للطلاب أين كان طلاب كنديين ولا طلاب غير كنديين أين كان يعني هذي حاجة شباب بزاف تيفيكي عليكم تخلصوا وكان بزاف مواقع على انترنت يمكنك أن يعني تؤدي بالطالب بتاعك وتوصل الطالب بتاعك لهذا المواقع وليما لا إن شاء الله يقبلك لذلك السادس نقطة أو الخامس نقطة ليه هي جمال البلد جمال البلد كما قلتكم كندا فيها أرباح فصول يعني المترجم في العالم كانت في كندا وشتة دانياقارا كما قلتكم 10 مليون كيلومتر كاري عندكم الوست كنديين اللي هو الغرب الكندي أحد أجمل طبيعة في العالم عندكم مدن كبرة مدن كبيرة جدا أفضل مثال عندكم فينكوفر تورنطو مونريال عندكم أوتاوا في نفس البلد أوتاوا، فينكوفر، تورنطو، مونريال لدينا تورنطو موسيقى ما أرجح فالما لا تريد حيث تورنطو كلادا كلادا وضعت وعدد سيئة والمغورت كمسيات الغارة ستجد ان تجد في وقت تجد ان تجد ايش في وقت ايسا تجد ان تجد ان تجد في وقت اذا ما اشتغل هذا المد لن أذهب في النقاط تجد الهواء تقدر ومشي تغاد ولكن القدرة تقدر تقول القدرة القدرة اللي عنده الباسبور اللي هو جواز السفر قدرة تجاوز السفر جواز السفر كندي أحد أفضل جواز السفر عبر العالم كله علاش لأن كندا تاريخيا وحتف الحاضر عندها علاقات ديبلوماسية جيدة جدا مع معظم الدول شاركت فيه قليل من الحروب وتدخلت مدروسة مليمتريا يعني كل هذا عبر الزمن يؤدي إلى أن كندا البلاد عندها علاقات ديبلوماسية جيدة جدا مع معظم دول العالم مما يؤدي إلى قدرة الجواز السفر القدرة اللي عنده اللي يكتسبها هذا الجواز السفر وهي يقول وخا طيرا نقدر نطير نفوته الآخر نقطة اللي هي أفضل نقطة في البلاد باش تعرفين البلاد مليحة ولمش مليحة هما العباد و اللي كرنديان سلون بلزير سنداج حسب العديد من اللي كرنديان سنداج بالعربية مهم حسب العديد من السنداج سيرفيز يقولوها بالانجليه سنداج بالفرنسي بالعربية كيفاش يقولو مهم حسب العديد من الأسئلة التي طريحت مهم حسب العديد من الشعوب العالم وفي كل شعوب العالم كندا في معظم في معظم هادى اللي كيسسينار والسنداج كملت الانجليين كملوا بارمي الجنة اللي بلزير المين يعني الانجليين تجوع محبوبين في العالم كله الاسباب تاريخيه الاسبباب تاريخيه لأن كندا تجوع كنت بلادا فيها تفتوحات و فيها حقوق كل هذه المؤشرات تؤدي الى انه الكنديين معتبرين الناس يتبعوا الحرية والعدل والحرية والعدل حاجة محبوبة بامورت واسكو تشوي دان الموند الناس قاعد يبعوها اعطيتكم اسباب عديدة لتأديكم باش تحبو جول كندا فتنا باسباب دراسية فتنا باسباب اجتماعية كمال السبب الاخير فتنا باسباب ديبلوماسية فتنا باسباب كلش كلش كلها اسوالها دقاع هدرت عليهم قبل ما اكمل الفيديو من ساحكم ديلوا نجام تعبونوا فلاشين اليوتيوب تأكتبيوا النوتيفكاسيون وهذا مكان وشكرا جزيلا لكم ساحة رمضانكم ساحة فطوركم ساحة سحوركم الناس اللي لا تفرج فينا فالصحور ولا فالفطور ولا وتحية الجزائر ايو باي